الحمد لله والشكر حققنا الأهم هو تحقيق الثلاث نقاط رغم المستوى الفني خاصة نشوط الثاني المستوى البدني اللي أثر على اللاعبين كنا نتمنى أن نسجل أهداف أكثر لكن يمكن أن تشاهد بالتلفاز أن تشوف مباراة اللاعبين تشوف ما كفت طاقة إيجابية طاقة عفو بالمناطق الهجومية لكن هي رطوبة عالية كانت وأول مباراة خاصة ساعة خمسة ونوصة نحن لا نريد أن نبرر أو نطلع أعذار لكن واجهنا صعوبة والهدف أن الشوط الأول سنجلنا ثلاثة هداف ممكن لعبنا بأريحية الأهم في هذه التصفيات أن نأخذ ثلاث نقاط ممكن أن نوضعنا الأفضل هسا في المجموعة فأعتقد المستوى رح يننسي وهدفنا أول أن نحقق البطاقة التأهل إن شاء الله نحقق البطاقة الأولى فعادها مستقبلا إن شاء الله أنه كل حادثا حديثا أنه ممكن نطور المستوى الفني بقيادة الكادر التدريبي هو أكيد هو اللي يختار اللاعبين الأنسب كل مباراة لها لاعبينها فرح نواجه المباراة قادمة ستكون صعبة جدا خاصة أنه المنتخب هونغ كونغ يدافع شفناء في المناطق الدفاعية فما الفرق العراقية يعني تاريخيا المنتخب العراقي واجه صعوبات أنه مني واجه هكذا منتخبات مو فقط أنه هذا الجيل كل الأجيال أعتقد أنه يوافقوني الرأي اللاعبين دولين سابقين فإن شاء الله أنه نحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة أنه نحسم التأهل وبعدها مباراة إيران إن شاء الله ننفس على البطاقة الأولى أكيد يعني هذا اليوم موحدة تدريبية عدنا طبعا مهمة جدا لأن تنتظرنا مباراة مهمة يعني مهمة لأغاية يعني مباراة هونغ كونغ أعتقد أن الانتصار بها سأهن للتصفيات النهائية بخصوص يعني حرماني الحمد لله والشكر السائنة في الحرمان يعني خلص المباراة واحدة وأنا جاهز يعني إن شاء الله لهذه المباراة مع زملاء اللاعبين وإن شاء الله نقدم في الصورة طيبة ترضي الجمهور العلاق إن شاء الله